قصيدة دي ممكن أسأل حضرتك بعض الأسئلة اللي بتدور حول اسم أحمد بخيت فضل لو في حاجة مزعجة حضرتك لا ما فيش أي حاجة مزعجة إن شاء الله يعني توصف بأنك الشاعر الأكثر غروراً في الوطن العربي الحمد لله يعني هم متصالح مع موضوع يعني هم متصالح مع موضوع لم يكن التواضع يوماً صفة عظيمة في الشاعر التواضع لله أنا أرى أنه مرة سألت صديق ليا بيقول له أنت متواضع قال لي أنا متواضع قلت له ليه تتواضع لست عظيماً لهذا الحد التواضع للعظماء أساساً إحنا لسنا عظماء إحنا نؤدي ما علينا أنا بقول أنه الاعتداد بالنفس وبالتجربة وبالمنجز والاحترام لمنجز الآخرين ده ليس غروراً أنا الهامش ده كدياز بإبدو الآخرين إني لست منخرطاً بشدة في المجاملات الثقافية أنا لا أؤمن بالمجاملات الثقافية أنا عندما أحب مبدع أن تقض نقطة الضعف اللي فيه بيني وبينه أقول له لكن أنا مش من هوات المتح وتبادل النفاق الاجتماعي على الصفحات وهذه الأجواء يمكن ده اللي بيخليني شوي بعيد أنا صريح في أرائي وموقفي زي طبيعة أي سعيدي بسيط يعني لكن خلينا نتكلم في حاجة المتنبئ أعظم شعر على العربية شوفي شعره هل يدل على تواضع؟ نعم لا أتكلمش أننا نقلق في التعامل مع الناس ده المقياس لكن في الكتابة واحترام الإبداع أنا أؤمن جداً أنه على الأديب أن يضع نفسه في المكان اللي يقبل أن يحترم إبداعه لا يلقب أن يهينه أنا ما أرىش في مكان غير لائق ما ننشرش في مكان في عند الناشر بيسرق الشعر ويسرق كتب الناس ده مش غرور مالوش علاقة بالغرور مطلعش ببرنامج يعني بيشوه وقول الناس وأقول ده تواضع ده مش تواضع لكن أنا أريد من من يتهمني بالغرور قصة واحدة تؤكد ما يقول أنا أقسمع أصغر شاعر شاب في الوطن العربي والحمد لله تلميذي الشعراء الشبان في العالم العربي بالألاف ومنهم منبأ نجوم في العالم العربي لم أدع يعني مرة يعني لو ده مرة كنا ماشي أنا وصديق لي وستن صغيرين كمان في مدان التحرير وقبل نحدث ما عود فصاحبي بيقوله ما تأذف لنا عود فبيهزر معي فقال له أنت بتسخر مني أنا عزف قال له لا لا ما بسخر منك احنا شعراء بس وبتاع فقال لي ممكن تقرأ لنا شاعر قعد مع رسيف نقرأ له سعر للصبح فيش حاجة اسمها غرور على الإبداع لكن لا تداد نفس عمره حقيقي يمكن حدة قراء أنه أحيانا أنتقد حتى أسماء كبيرة لا أقبل أنه يعني مع احترام يعني شاعر بقاله 40 سنة ما أنجز أي حاجة أنجز شعري يعني مطلوب مني أن أسبح له ليلة ونهار عشان هو من 40 سنة كان بيكتب شعري وكويس وبعدين مبطل لما يسألوني يقول له ما عنده تجربة إبداعية كبيرة زي من فهي كتير من الأسماء الموجودة على الساحة الموجودة موجود زمني لا أكثر ولا أقل لا يوجد إبداعي ومسيطر على كل شي وتريد أن يتوقف الزمن إبداعيا عنده في أسماء كتير أنا لما لقيت لما بلأي المناخ كده فأنا عزالت أقدم إبداعي لجمهوري مباشرة ولا أتعامل مع مؤسسات ثقافية